إذن ما زال ما حدث ليلة أمس في العاصمة الليبية ترابلوس يثير الكثير من الجدل والمخاوف بشأن تبعاته السياسية على حكومة الوفاق ومستقبل العملية السياسية الهشة في ليبيا ما الذي حدث أمس في ترابلوس؟ لنتعرف على بعض التفاصيل المتوفرة عند الثانية صباحا من اليوم السبت الثامن من مايو اقتحمت مجموعة مسلحة فندق كورنثيا مقر إقامة المجلس الرئاسي في ترابلوس المجموعة المسلحة قيل إنها كانت تحت قيادة آمر الكتيبة 166 التابعة لرئاسة أركان المدعو محمد الحصان آمر الكتيبة كانت دعاء إلى حشد القوة وتجهيزها لمحاصرة مقر المجلس الرئاسي ووزارة الداخلية والتحرك المسلح أعقب اجتماعا لأغلب ميليشيات ترابلوس وما يعرف بقوات بركان الغضب في مصراطة مصادر الحدث ذكرت أن رئيس جهاز الاستخبارات المقال عماد ترابلسي كان من بين الحاضرين في الاجتماع مصادر الحدث أشارت إلى أن مطالب المجتمعين تركزت حول إعادة الترابلسي إلى منصبه أو أحد المقربين من الميليشيات وإقالة ألواء حسين العيب المحسوب على النظام السابق وفق تعبيرهم مصادر الحدث أكدت أيضا أن الاجتماع خلصة إلى ضرورة إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش لتصريحاتها المتكررة المطالبة بضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا كما أكدت المصادر خروج مواطنين في مدينة سبهة جنوبي البلاد مطالبين بإقالة وزيرة الخارجية أثناء زيارتها للمنطقة تحرك الميليشيات يأتي أيضا بعد دعوة أطلقها مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني إلى ميليشيا بركان الغضب للخروج ضد وزيرة الخارجية الليبية وصفة إياها بالخادمة لمشروع العدو على حد تعبيرها